قبّت على قصة هاي الاحتفالية والمهرجان والوزير الرايح للحفلة عسى هو قبل ما يكون وزير مواطن همريد يشوف له حفلة يشوف له متبرجات يمتع نظره يسمع له أغنية يشتاكش تلدون منه الوزير بعد ما يباوع يبطل ساد نجم أنا دكتور أولا أنت عنوانك إعلامي وأنا عنوان أكاديم ودكتور ليس عنوان أكاديم وسياسي هل يصح الحضور في حفلات ما تعنينا يعني موش غلطنا احنا هي عنوان ناسها مو رسمية عناوان ناسها باعتبار نفاع يعني فواعد اجتماعيين أخلاقيا هل يجوز الحضور في مثل هكذا مناسبات لو الناس تقول لك اش عندك رايح هي الناس انتقنت يعني صديقنا غيث التميم قالت لك اش عندك رايح لهذا الحفل قال العيد الوطني علاقتك شنو بالموضوع هذا عنوانه مو عيد وطني مهرجان العراق الدول داعي فنانين يكرمهم ها سيكرم ها لصدقي شنو القدمته للعراق ومهرجان خويا ماكو حسيب زين تسوي احتفال بساحة الاحتفالات ما للدولة وتقول لاني ما رأيي هذا الاحتفال وتحضر مستوى وكيل وزير ويحضر وزير ويحضر مستشار رئيس الوزراء وتحضر شخصيات من الحكومة وبحماية الدولة وبالمنطقة الخضراء ساحة الاحتفالات قامت تؤجر من قبل الدولة لهي مخصصة فقط احتفالات الدولة اكو شيء ثاني انا مو ضد لهذه المهرجانات ابدا ولا ضد من يحضرها لكن دولة ما تعرف سوي احتفالية محترمة تليق باسمها وعنوانها ويكون هناك تحشيد وتحضير اله باعتباره هذا يوم مطني وتطعط له علينا نعيد نظر حساباتنا ثانيا ارجع للوزير هذا الوزير اللي يتحدث مرة بلقاء على قناة العاد ويقول قيادة بالاطار واحنا نرسم المشروع وغيرها وما يعرف مكانت الان ما يمثل نفسه يمثل عنوان دولة عنوان رسمي فيعرف وين يحضر زين هو مو نفسه قبله طلع يروج الى مطعم بس هو امن المساعلة درى رئيس وزرائك ورئيس وزراء صديقي تربط علاقة وياي قوية ولذلك ما يسأله والاطار هو قيادة به ما يسأله ابداعته بمجد عليك واحد روحه خضرة تسا يبطل اشتاليها يعني تبطل واحد روحه خضرة يطلع من عنوانه الرسمي لا اله يطلع من عنوانه الرسمي دكتور ليف يطلع من عنوانه الرسمي ويروح خلي يبقى روحه خضرة شا علينا نحن بي دكتور ليف دكتور اياد العنبار يستوى لنا مشاكل اليوم انت ليش بارات للمعرجان والله اخوية ما ادري لو قليلي احنا المعارضة الروح ما عدنا مشكلة والله اخوة زيلي منتو احنا ابيتش احتفالات الروح لافد يوم نعارضها ولافد يوم نقول لا والله هذي ما ادري شنو اسوال فهم التعبير هما اعتراضهم يقولون المعرجان يعني يعني اثمانين بالمية النسوال من الملاهي اثمانين بالمية من الملاهي هما يديروها ليش لابساتك سير بالمعرجان انت شون انت شون ترضى نسوال لابساتك سير مهرجان وتروح غير لازم غض النظر غض البصر ما يصير بعض هما اخلاقياتهم هذي يعني هاي ما انا اقول هاي دكتور يا عمبر قل لي لا يا ابا ما اقال لك سيد هجم حبيبي شوف خلي 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 اقول لك اه 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 اي دكتور لي انا اقول انه يعني اكثر صفة موجودة في ضمن هذه الاحزاب الحاكمة اليوم احزاب السلطة خلال هاي السنوات كلها انها منافقة يعني انها تمتاز بالنفاق نعم انها مزدوجة الاراة اليوم رأيها كذا في هذه الحالة مثل ما اتكلم استاذ اياد قبل يعني في بداية الحلقة عن موضوع موقفهم مثلا من الامريكان واليوم موقفهم متغير من الامريكان مواقفهم ليست واحدة مواقفهم متغيرة لديهم نفاق كبير وبالتالي اخطر ما اليوم فعلتها هذه السلطة انه نقلت هذا النفاق الى المجتمع وبالتالي اليوم كثير حتى من يعني نسبة كبيرة من المجتمع العراقي اليوم نعم تحاول جاهدة ان تمارس يعني حتى تصل الى مآربها لانه خلال 23 سنة اليوم خلال 20 سنة عفوا ان شاء الله مصر 23 سنة خلال 20 سنة ايه احنا اليوم يعني ماشيين الى الى النازل الخط البياني كله الى الاسفل اشتركوا في القناة